بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سفعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيرنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما فمنتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوتدناها مرئة حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أغاد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طائقا قذبا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولم نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنا هم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك معذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرف به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعلنه ربي أمدا عارم الغيب فلا يصهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه وصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحقى كل شيء عددا